العمليات والمتغيرات أولا سنقوم بتعريف المتغير هو جزء من ذاكرة الحاسوب يخزن أرقام أو نصوص بشكل مؤقت حتى ينتهي المشروع محتوى المتغير غير ثابت طوال المشروع حيث من اسمه متغير بل يمكن أن يتغير وفقا لرغبة المبرمج فمثلا إذا ما أنشأ متغير لتسجيل عدد الحواجز الذي يجتازها اللاعب فعندما يتجاوز اللاعب الحاجز الأول يخزن المتغير القيمة واحد وكذلك إذا اشتاز الحاجز الثاني يخزن المتغير القيمة ثنين وهكذا ثلاثة أربعة خمسة إذا اشتاز الحاجز الخامس خطوات إنشاء متغير أولا اضغط على زر المتغيرات في منطقة ألواح اللبنات التي هي باللون البرتغالي في لوح لبنات المتغيرات اضغط على زر إنشاء متغير يظهر صندوق الحوار التالي ما هو اسم المتغير تقوم بتسميته سواء بحرف أو كلمة أو جملة واختيار تسميته باللغة العربية أو الإنجليزية يمكن التعامل مع المتغير من خلال جميع كائنات المشروع أو اختياره لكائن واحد فقط وذلك باختيار باختياره ثم الضغط على زر موافق موسيقى